لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد اذا الرئيس لاحظنا عدم اظهار الا وهو جالس يتحد فقط لم يظهروه واقفا معناها ان الرئيس لا يستطيع الوقوف ما يستطيع الوقوف لو كان يستطيع الوقوف لا اظهروا لقطة فقط وهو واقف يتحدث مع الوزراء هذه النقطة الاولى كيف نزل من الطائرة الارجح انه نزل على كرسي متحرم سوف يسأل اخرون ربما بعدها ما نتكلمون بث هذا الفيديو بعد ذلك يظهر مجلس الوزراء يظهر الرئيس واقف واقف في صورة قد يقف لثواني في صورة يسوره قد يظهر انه جالس قد ننتظر كيف سيوقع رئيس الجمهورية قانون المالية اذا وقعه واقفا معناها ان الرئيس يستطيع يقف ولكن لا يستطيع ان يصمد كثيرا او لا يستطيع ان يمشي ممكن جدا واذا اظهره وهو جالس فقد توقع وبعد ذلك يقف الى صورة صورة الاشكالية ان الرئيس الارجح انه لا يستطيع المشي حاليا بسبب ربما عملية جراحية في رجل ربما جراحية في رجلو ربما طاحت كسرة رجلو الله اعلم ان مهم رجلو مصابة واكدتها الصور مش نحلى اللي جبنا الكلام لانه لو كان الرئيس ظهر يظهر واقف ولوللقت واحدة لا اظهروه عدم اظهاره معناها موقفش امر الثاني انه التقرير تلفزيوني كان مختصر حقيقة انه الرئيس يغيب وكان نقل تم نقل على جناح السرعة في وضع صحي سيء وفي غيبوبة وكادمون يعني يرجع من الحياة التلفزيون يقتصر على بعض الدقائق فقد كلمة قالها الرئيس واولا لم يتم الاعلان مسبقا انه الرئيس راجع ما هي الاحتياطات الامنية هل من الامن القومي انه الرئيس رح يعلن انه جاي خاصة اننا اعلن صباحا وانفردنا بخبر مصول الرئيس تب انشرنا حتى مسار الطائر الرئاسي وكانت لدينا معلومات ودرت بثيت فيديو اكدت فيه بانه الرئيس سيعود هذا اليوم وكان يوم الثلاثة وبالفعل ارجعنا يعني انتم على الاقل لما شفتم هذا الخبر مشاه على الاقل تكون من الناحية المهنية انه عودة الرئيس ما تخليهاش تخرج من جهات اخرى لو كانت الانباء نشرة لا صفحة رئاسة الجمهورية من المفروض صفحة رئاسة الجمهورية على الفيسبوك هي مصدر للاخبار التي تتعلق بالرئيس والرئاسة يعني انت حتى خبر عودة الرئيس لا تعلم عنه شيئا حتى بعد ما يبثوا التلفزيون في نشرة الثامنة وتم تأخير نشرة الثامنة بدون ان يعرفوا شيئا الوحيد اللي على باله هو هو مدير عام التلفزيون حتى الطاقم جهزوا النشرة ويقولوا لهم انتظروا وتم تعطيل النشرة من دون ان يقال لهم شيئا حتى في اللحظة الاخيرة في الدقائق الاخيرة قالهم اقروا هذا الخبر فقط لم يكنوا على علم بشيء اذا طريقة فيها تعتيب فيها غمور فيها غمور كبير فيها انا قلتلكم رحلة الرئيس هذه منذ مرض كشفت الكثير جدا كشفت واقع الصحة في الجزائر كشفت واقع الاعلام في الجزائر كشفت واقع الرئاسة في الجزائر كشفت علاقة الرئيس بالمرؤوسين بالمسؤولين كشفت الكثير من الامور كشفت علاقة المؤسسة العسكرية بالرئاسة كشفت الكثير من الامور التي لا يمكن تجاهلها تجاهلها ولا يمكن أبدا السكوت عنها وعلى الرئيس مدام عاد وسيمارس مهامه سواء كان على كرسي متحرك أو يمشي أو هو قال أصلا بأنه لم يبقى إلا القليل يعناها أنه لم يشف تماما آمن وواضح أنه لم يشف تماما وإن كانت ملامحه مختلفة على الملامح التي ظهر فيها بها منذ 16 يوم أي يوم 13 ديسمبر 2020 أمر آخر أمر آخر مهم أنت واحد مرض بكورونا وصل للموت قعدت شهرين في الخارج وبعد يرجع حتى الكمامة ما كانش على الأقل حطها في رقبته آسي دي حطها هكذا شوي وبعد نحيها كي يبدأ يهذر يدل بأنه أخذ احتياطات صحية كاين اللي دايرها وكاين اللي مشو دايرها خلاص حتى اللي دايرها دايرها هنا فقط في لحيته ما كانش نمغطي بها نيفه أنت الآن تستقبل في رئيس دخل الإنعاش ودخل في غيبوبة بسبب كورونا وبعد ذلك ما يتخل يديرش احتياطات صحية دول تتعر رؤساء لو يظهروا بهذه الطريقة ينتقدوهم بأنت بهذا كيف تشجع الجزائريين وتعطيهم صورة مثالية على ضرورة احتياطات الصحة واتخاذها في ظل هذا الوضع الوبائي أنا لما تسألت عن هذا جاي اللي يقول لي خلاص رهو أخذ الحقنة وانتهى الأمر الأمر مش فقضية شخصية فقط القضية أيضا أن الرئيس هو مثال قال للجزائريين غدوك يدعيهم إلى اتخاذ تدابير إرصحية يقولوا كيف أشتخذ دابير هك أنت ما أخذت هاش حتى دخلت في غيبوبة ودخلت الغرفة الإنعاش وشهرين وأنت في سبيطار في الخارج وحتى كروحت ما حتى الكمامة ما درتها هذا وش تخلي كيفاش يقره المحلل السياسي إما يقره تهاون واستخفاف بالمرض هذا شيء سيء لرئيس دولة وفي صورة ومشهد رح يتناقلوه وسائل الإعلام في العالم أمر آخر أن الرئيس ممكن لم يصب بكورونا أصيب بشيء آخر والرئاسة تكذب وهذا أيضا شيء سيء يعني أنا أقول لكم هذه رهي احتمالات المشاهد والمحلل الذي ينظر إلى هذه الصور ماذا سيقول؟ سيطرح الكثير من التساؤلات عن هذه الصورة التي ظهر بها الرئيس من المفروض أن الرئيس يظهر يظهر وهو واضع كمامة وماخذ احتياطات الصحية وبهذه الطريقة يعطي صورة مثالية على أن الرئيس كان حقيقة مريض بكورونا وأنه يحث على ضرورة الأخذ من الاحتياطات الصحية وبهذه الأمور طرح لا ندري هل لما نزل من الطائرة أنزلوه من الطائرة سلم عليهم كيف الطريقة؟ غريبة جدا عجيبة عودة عودة نعلم بها نحن اللي موجودين في الخارج ومن المصادر المصادر هذه اللي خبرتني أنا وخبرت ربما آخرين وخبرت جهات أخرى ما خبرتش وكانت الأنباء وما خبرتش أين الإعلام الجزائري المستقل؟ هل لم تصلكم هذه المعلومة؟ أنا انشرتها من الصباح؟ ولا ولا وسيلة إعلامية ولا وسيلة إعلامية اهتمت بالموضوع هناك خوف كأنهم عندهم أوامر ما يخضوش في هذا شنه هذا؟ أنا راني إعلامي يجيني خبر نتأكد من مصادري حبصت شيء أنه نقول بأنه الإعلامي الفلاني أو الجهة الفلانية نشرت خبر عودة الرئيس هذه التساؤلات تخلي الناس تشكك في كل شيء يأتي من رئاسة الجمهورية أنا قلت لكم ما حدث مع مرض الرئيس ضرب ما ما تبقى من مصداقية الرئيس المعلومات التي أعطيت كلها كانت مظللة كلها كانت كاذبة بدأوا يكذبوا 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 حتى في ظهوره وعودتوا كذب لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله